اشتركوا في القناة اشتركوا في مادة المالية العامة تحت اسواب دكتر محمد عبدالله كيف في الفيديو ده هنبدأ تطبيقاتنا على الإرادات العامة واللي هنتناوله على جزئين لأن احنا معنا أكبر عدد من الأسئلة في الاستفادة بإذن الله تبقى أكبر نتمنى لكم جميعا كل التوزيز سوف نبدأ مع بعض أول سؤال السؤال الأول ضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارات الفاطئة تتميز الإرادات العادية بوجود عنصر الإجبار القانوني والمعنوي حيث تتحصل عليه الدولة في الحالات الإثنائية قبل ما جاوب حب أن أنا أبدأكم حاجة عشان نحصل على أقصى استفادة ممكنة ياريت تسمع المحاضرة الأول وتتابع معاها في الكتاب وبعد كده تبدأ تيجي تطلق معايا الباب ده سهل يتزن بس هو محتاج أنك تبقى فاهم كل حاجة معناها إيه فاهم يعني إيه رسم فاهم يعني إيه دريبة فاهم يعني إيه دومين محتاج ده فعن شاء الله وإحنا بنطبق هنحاول نمذي أمثلة سهل عليك الموضوع بس لازم تبقى سامع المحاضرة الأول وقاري اللي في الكتاب طيب تعالوا بقى نرجع تاني لسؤالنا مع بعض إيه الفرق عندما بين الإرادات العادية والإرادات الغير عادية الإرادات العادية دايما بتتشكل أو بيتم فرضها بشكل دوري بمعنى كل شهر كل سنة حسب نوع الضريبة وبتكون بشكل مستمر بتكون إجبارية بشكل قانوني ومعنوي إنما الإرادات الغير عادية بنلاقي إن هي اختيارية وقد تكون إجبارية في حالة القروض العامة تاني حاجة إنها لا تتسم بالدورية والاستمرار وبتفرض في حالات خاصة للغرض الذي فرضت من أجله فبالتالي الإجابة هي خاطئة لأنه صحيح بتتميز الإرادات العادية بوجود عنصر الإجبار القانوني والمعنوي لكنها لا تحصل عليها الدولة في حالات الاستثنائية وإنما الإرادات الغير عادية الإرادات المشتقة هي التي تستقطعها الدولة من ثروات الآخرين الإجابة صحيحة فالإرادات عندي منها نوعين عندي إرادات أصلية وديه اللي بتحصل عليها الدولة من أملكها وعندي إرادات مشتقة وديه اللي زي ما قلنا هي اللي تستقطعها من ثروات الآخرين إرادات الدولة من أملكها تعتبر مورد هام في الدول الرأس مالية الإجابة غلط طب قبل ما نقول هي غلط ليه تعالوا نفتكر مع بعض كده بسرعة إيه هي الدول الرأس مالية وإيه هي الدول الاشتراكية الدول الرأس مالية هي اللي بتعتمد أو بصدر بيعتمد على القطاع الخاص هو اللي بيقوم بالمشاريع والدول بتكتفي بدور الدولة الحرسة يعني بتبقى دورها الرقابي هي اللي بترائب الأسواق عاملة زي فتمنح مدوس بعض الأزمات الاقتصادية كالاحتكار إنما هي بتتدخل لا ما تدخلش على عكس الدول الاشتراكية الدول الاشتراكية لأ بتلاقي إن الدولة هي المتحكمة هي المنتجة هي اللي بتقول اللي يتم إنتاجه اللي يتم استيراده اللي يتم تصديق فنرجع لجملتنا تاني إنه إراضية الدولة من أملكها تعتبر مورد هام في الدولة الرقسمالية اللي هي الدولة اللي القطاع الخاص بيشتغل فيها أكيد لا هو مورد قليل الأهمية ولكن هي بتمثل مورد هام في الدول اللي بتستند إلى الأيدولوجية أو النظام الاشتراكي السؤال اللي بعده بيقول كي تتوفر صفة العمومية في الدومين العام يجب أن تكون الأموال مملوكة للدولة وتحت سلطتها وأنت تكون مخصصة للمنفعة العامة الإجابة صحيحة عندي هنا نوعين من الدومين عندي دومين عام وعندي دومين خاص الدومين العام هو ممتلكات الدولة العامة يعني إيه ممتلكات الدولة العامة؟ تعالوا ندي إجزامبل مع بعض عندك الطرق عندك الكباري عندك السدود كل دي أمثلة للدومين العام كل دول بيبقوا مملوكين للدولة تحت سلطتها أكتر حاجة بتميز الدومين العامة عن الدومين الخاص أن الدولة مش هدفها منه أن هي تجمع إرادات لأنه إنت لو أنت ماشي في الشارع مش بتدفع فلوس لو طالع كبري مش بتدفع فلوس ولكن هي بتستنزف أصلا إراداتها ديك على المشاريع ديك عشان تقدر توفرها للشعب بتاعها تاني حاجة أن تكون مخصصة للمنفعة العامة ودي حقيقة أن هي مش بتستهدف بيها شريحة معينة دون قطاع آخر فبالتالي بتكون مخصصة لجميع الناس يشترك كل من القطاع الخاص والدومين الخاص للدولة في نفس الغرض من تملكهم للأموال بغية تحقيق الربح في دوق المنافسة في اقتصاد السوق ده صح لأنه الدومين الخاص إيه هو؟ الدومين الخاص هو ممتلكات الدولة الخاصة زي إيه؟ زي أنه ممكن الدولة تفتح شركة أو تفتح مصنع ينتج منتج المنتج ده بعد ما بيتم إنتاجه وبينزل السوق بينافس القطاع الخاص في السوق عادي فيبقى هو بيهدف للربح عشان يبقى هو ده الإرادة يبقى عنده إرادات فبالتالي الكطاع الخاص بيشترك زيه زي الدومين الخاص بالضبط في الغرض بتاعهم وهو أنه يحقق الربح في دوق المنافسة في اقتصاد السوق فبالتالي الجملة صحيحة يوجد التمن العام بشكل بارس في الدولة الحرسة كأحد إرادات الدولة من أملكها من الدومين العام طيب إيه هو التمن العام؟ التمن العام هو تمن الخدمة العامة اللي بتترقاها زي بالضبط خدمة الكهرباء اللي بتحصل عليها أو خدمة الابتصالات أو المواصلات هو مين اللي بيقدمها لك؟ الدولة هي اللي بتقدم لك الخدمة دي ومع ذلك أنت بتدفع تمانها طيب زي ما قلنا الدولة الحرسة دي اللي هي بتمثل النظام الرأسمالي النظام الرأسمالي مش هو اللي بيقدم الخدمات هو القطاع الخاص هو اللي بيقدم الرأسمالي مش الدولة فبالتالي هو مش بيبقى موجود بشكل بارز وإنما هو بيبقى موجود بشكل بارز أكتر في الدول المنتجة أو في الدول المتدخلة أي في النظام الاشتراكي فالإجابة خطأ الإجبار القانوني هو التزام الفرد بدفع الرسم في حالة ما إذا قرر هو بنفسه الانتفاع بالخدمة التي تقدمها الجهات العامة الإجابة غرض عندي نوعين من الإجبار عندي الإجبار القانوني وعندي الإجبار المعنوي الإجبار القانوني ده هو اللي بيلزم فيه القانون الأسراط بالحصول على بعض الخدمات زي التطعيمات اللي الأطفال بياخدوها ده إجباري أنهما بياخدوها وبيتعرض الشخص للمسألة في حالة عدم تطبيق أو عدم حصوله على هذه الخدمة ولكن الإجبار المعنوي هو التزام أو التزام بس بيتكرر لما الشخص بنفسه بيكرر أنه ينتفع بالخدمة اللي بتقدمها الجهة العامة فالجملة غلط لأنه ده مش الإجبار القانوني وإنما هو الإجبار المعنوي تتميز الضريبة عن الرسم بتقديم نفع خاص إلى جانب النفع العام الإجابة غلط لأنه التصحيب بتاعها هو العكس هي بتتميز الرسوم عن الضرائب بتقديم نفع خاص إلى جانب نفع عام وزي ما بتشوف أنه الضريبة والرسم الاتنين بيشتركوا مع بعض فيه أنه هما بيدفعوا نقضا أو بيفردوا بقانون أو بيبقى ليهم يعني بيفردوا بشكل جدي إلى أنهما بيختلفوا عنهم في موضوع النفع ده تبتعوني بدي مثال للرسم عشان نساهل الموضوع أكتر دلوقتي أنا رحت أرفع قضية في المحكمة فلقيتهم بيدفعوني حاجة اسمها رسوم تقادي ده الرسم أنا بدفعه لما بدفعه ده بيتحول لإيراد بيروح للدولة بيحقق لي منفع عام وفي نفس الوقت أنا بستفيد لأنه أنا بحقق اللي أنا عايزه عشان نرفع قضية لأنه أنا أحصل على حق لي أو ما إلى ذلك كان إيه هو سبب يعني رفع القضية ده فبالتالي أنا بحقق نفع خاص ونفع عام هو ده فرق كبير جدا ما بين الدرائب والرسوم يفرض الثمن العام بقرار إداري من المشروع العام المنتج للسلعة بينما يفرض الرسم العام بقانون أو بناء على قانون احنا قلنا الثمن العام هو خدمة أو ثمن الخدمة العامة اللي بنحصل عليها فآه هو بيفرض بقرار إداري لأن المشروع اللي بيقدم لك الخدمة هو اللي بيحدد ثمنه أما الرسم فهو بيحدد بقانون صادر من السلطة التشريعية أو بناء على قانون الهوط بتصدره السلطة التنفيذية بس بيكون السلطة التشريعية هي اللي خولت لها هذه المهمة فالإجابة صحيحة في حالة زيادة الرسمة عن تكلفة المقابل المحصول عليه من خدمة أو سلعة فتعتبر الزيادة ضريبة مباشرة العادي أنه قيمة الرسم بتتحدث في ضوء تكاليف الخدمة يعني تكلفة الخدمة أنت بتاخدها هي بتساوي قيمة الرسم ففي حالة لو لقيت الرسم نفسه بيزيد عن قيمة الخدمة اللي أنا بحصل عليها أنا مش بقى عارف أنا بدفعها أنا رسم بس الحقيقة أن الدولة بتبقى بتضيف عليها ضريبة الضريبة دي ما بتبقاش مباشرة لأنها لو مباشرة أنا هبقى عارف أنها ضريبة فبتسمى ضريبة مستثرة تتحدث قيمة الرسم وفقاً للقدرة المالية لدافع الرسم دون النظر لما قد يحصل عليه من الخدمة الإجابة غلط تعالوا كده نركز وتصحيحها تتحدث قيمة الدرائب وفقاً للقدرة المالية لدافع الرسم دون النظر لما قد يحصل عليه من الخدمة بينما تتحدث قيمة الرسم في ضوء تكاليف الخدمة التي يحصل عليها يدفع مقابل التحسين بتعدد مرات الخدمة التي يحصل عليها القرد كما هو الحال في الرسوم الإجابة غلط طب تعالوا نفتكر مع بعض كده ايه هو مقابل التحسين ده أحد إرادات الدولة الإجبارية لا تتميز بالتكرار والانتظام تفرضها الدولة على أصحاب العقارات التي ترتفع أسعارها جراء تقديم خدمة معينة عامة لهم من قبل الدولة مثال عشان برضو نفهم انا دلوقتي عندي حتة أرض في حتة بعيدة محدش بيجي جنبها جات الدولة عملت هناك مصنع جامعة اي مشروع بدأ يشد الناس انها تيجي لحتة دي فبعد ما كانت قيمة أرضك قليلا إلا اللي حصل لها سعرها عالي طب لو انت هتأجرها القيمة الإجارية لها هتزيد فبالتالي هو الدولة حسنت لك من وضع العقار بتاعك او المبنى بتاعك او الأرض بتاعك فبتاخد منك حاجة اسمها مقابل تحسين خلاص طيب هل هو بتتعدد مرة اخذنا يعني انت كل حد جاي الجامعة هتتاخد عليه او هتدفع عليه ضريبة لأ طبعا انت بتدفعها مرة واحدة بس فالإجابة خاطئة آخر سؤال معنا في الصح هو غلط يفضل الشكل العيني للضريبة عن شكلها النقدي الإجابة خاطئة لأن العكس بيفضل الشكل النقدي عن الشكل العيني الشكل النقدي يعني انك تدفع فلوس انما الشكل العيني انك تدفع سلعة زي بزرطة ما يكون انت عندك حتة أرض ويقولك انا هيخد 5% ضريبة عن المحصول مرة طيب ليه بيفضل الشكل النقدي عن الشكل العيني لان في الشكل النقدي اولا بيكون اكثر عدالة من خلال اول حاجة توزيع الاعباء المالية تاني حاجة انه نفق التحصيل النفقة العينية بتكون اكبر بكتير او الضريبة العينية عفوا اكثر او بتفوق الضريبة اللي بتحصل بشكل نقدي تعالوا نجي بالسؤال الثاني معنا وهو اختر الاجابة الصحيحة منا بين الاقوال من الارادات الاختيارية الغرامات اليناصيب الضرائب التعويضات ايه من دول ايرادات اختيارية تعالوا نفتكر مع بعض كده ايه كل واحدة فيهم الاول عندي الغرامات هي عقوبة مالية وبتصدر من جهة عامة على مرتكبين المخالفات القانونية او النظام العين لا دي اكيد اكبرية طيب نيجي للياناصيب الياناصيب هي زي مسابقة كده بتقوم بيها الدولة بتصدر مجموعة من الاوراق الاوراق دي عليها ارقام الارقام دي الناس تبدأ انها تشتري الورق ده وبعد كده الدولة بتختار مجموعة من الارقام بشكل عشوائي وبتكسبهم مبالغ من المال وبتبقى مبالغ كبيرة عشان كده الناس بتلجأ انها تشتري الورق ده طيب لما الجوائز دي بتتوزع بيتبقى طبعا جزء كبير من الفلوس الفلوس دي بترجع على هيئة ارادات للدولة طب هل دي اجبارية ولا اختيارية اكيد مش اجبارية لانه محدش بيجبر حد انه يروح يشتري الورق ده او الياناصيب دي فبتبقى ارادات اختيارية طيب نيجي للدرائب الدرائب هي احد اهم ارادات الدولة العادية بتتكرر بانتظام بتفرض جبرا على الدخول والارباح النتجة من رأس المال ودي طبعا بتكون اجبارية زي ما قلنا طيب التعويضات التعويضات هي ما تتحصل عليه الدولة من الداخل او الخارج من مبالغ مالية نتيجة الارتكاب الغير افعال قد ادرت بها فطبعا هي اجبارية فاذا من ارادات الدولة الاختيارية هي الياناصيب ايه؟ هي اهم ارادات الدولة العامة العادية والتتميز بالاجبار القانوني وتدفع بدون مقابلة احنا لسا قلنا في السؤال الفات ايه؟ هل هي الدرائب ولا الهدايا والمنح ولا الرسوم ولا الكروت؟ هي الدرائب بس تعال نفتكر مع بعض ايه هي الهدايا والمنح؟ الهدايا والمنح هي تحصل عليها الدولة او غيرها من المؤسسات او الهيئات او الاشخاص العامة على شكل منح او مساعدات او هدايا سواء من مواطنين الدولة او من مواطنين دولة اخرى او من منظمات دولية في مثلا مناسبات أو في حالات استثنائية أما الرسوم فهي أحد إرادات الدولة العادية تتميز بالتكرار الدولية والدورية بتفرض بشكل جبري ويدفع الأفراد الرسوم بمقابل انتفاعهم بشكل خاص وبشكل عام في آن واحد أما بالنسبة للقروض فهي أحد إرادات الدولة الاختيارية غير عادية لا تتميز بالتكرار وإنما تلجأ إليها الدولة في الظروف الاسثنائية زي مثلا عندي كرسة عندي حروب أو عايز أعمل مشروع استثماري كبير فالدرائب هي الإجابة الصحية من القواعد الأساسية التي تتبع الانتفاع من المرافق العامة حرية استخدام الأموال العامة المساوية بين المواطنين مجانية الاستعمال كل ما سبق الإجابة هي كل ما سبق لأن فعلا المرفق العام عشان يبقى اسمه عام لازم كل الناس تستخدموا بحريتها ثاني حاجة أن يحصل عندي مساوية بين المواطنين فمبقاش عندي أي فوارق اجتماعية أو وظيفية ثاني حاجة أن يبقى عندي مجانية الاستعمال ومبقاش عندي أي مقابل مادي نتيجة لانتفاعك بهذا المرفق من القواعد الأساسية للضرائب العدالة الملأمة في الدفع اليقون طيب هو يعني إيه عدالة؟ عدالة أن أنا لازم راعي أن أنا أميز ما بين الناس حسب المقدرة التكلفية أن أنا مش اللي بياخد ألف جنيه زي اللي بياخد عشرة ثاني حاجة أن تكون الضريبة دي عامة لا يستثنى منها أحد طيب يعني إيه ملأمة في الدفع؟ ملأمة يعني الموضوع بيتعلق بإمتى هيتم تحصيل الدريبة دي؟ إيه هي طريقة التحصيل؟ إجراءات التحصيل؟ طيب لازم تكون بتلقم ظروف الأشخاص ولا أه لأنه في حالة لو هي مش ملأمة الأفراد إيه اللي هيحصل؟ الناس هتحاول تتهرب من الدفع الدريبة فيحصل عندي تهرب ضريبي طيب لما يحصل عندك تهرب ضريبي هتم خفض عندك الحصيلة الدريبية فبالتالي الإيرادات بتاعتك هتقل فلازم عندي ملأمة وأن أنا أراعي ظروف الناس اللي تدفع الدريب طيب اليقين؟ اليقين أن الدريبة تكون محددة وتكون واضحة وبقى عارف إمتى معاد التحصيل بتاعتها بحيث أن الشخص لو حصل حتى أنه سلطة الجباية أو السلطة المخول لها أن هي تحصل الدريب حصل منها أي تعصف يقدر أنه يدافع عن نفسه ويبقى عارف إيه اللي عليه وإيه حقوقه وإيه واجباته فالإجابة بتقول إيه هي القواعد الأساسية هل تضع العدالة ولا ملأمة في الدفع ولا اليقين ولا كل ما سبق؟ فالإجابة هي كل ما سبق آخر سؤال معنا النهاردة من أوجه الشبه بين الرسم والضريبة يفردان بقرار إداري؟ لا يدفع إلى أنه إيه؟ إحنا قلنا إيه اللي بيفرد بقرار إداري؟ بلغو عليكم التمن العام يدفعين بشكل نهائي دي حقيقة فعلا يتم دفعهم مرة واحدة على نوع الخدمة لا إحنا قلنا اللي بيتم دفعهم مرة واحدة هو مقابل التحسين كل ما سبق أكيد لا فالإجابة هي يدفعين بشكل نهائي لأنه أوجه الشبه بين الرسم والضريبة أنه هما بيدفعين نقضا بيفردان بقانون بيتم فرضهم بشكل جابري ويدفعين بشكل نهائي وبكده نكون وصلنا للهيات الفيديو أتمنى أن أنا أكون في تقوم وطولتك عليكم وإن شاء الله نلتقي في الفيديو القادم ونستكمل التطبيقات الخاصة بالإدارات العامة نستيجباً لإستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته